ليست سوى ذكرى من الألم تحكي تفاصيلها ملامح ابن هذه المنطقة المنكوب فهذا الكهل السبعيني ومعه كل أهل يقلعه بمديرية رضون بشبوة باتوا في العراء يعيشون على أطلال منازلهم التي دمرت تفيضانات عصارة شابالا في مثل هذا اليوم من العام الماضي لا غاثة ولا معنى دعم من الدولة ولا معنى بشرع ما ولا ده ولا أخر عام كامل مضى على كارثة وها هي آثارها مدزال ماثلة دون أي تعويض أو جهود إيواء وإيغاثة كافية فالبعض هنا استطاع إعادة ترميم منزله بهذه الأدوات البسيطة فيما البعض الآخر استحدثوا هذه الأكواخ الهزيلة المعرضة لكل عوامل الطبيعة مشاهد تجسد المأساة التي طال معها الانتظار لا يوجد مقدار الواحد أن يبني أي بيت الواحد لو بنى عرشة كما هذا هذا عمي ما حصن كبير ثلاثة طابق أهتة دم وبنى لهذا العرشتين ما عندها بيقي سبع أفراد في البيت هذا وبنى لهذا غرفتين هل يستطيع أن يعيش فيها في غرفتين هذه؟ جهود الإغاثة التي وصلت طيلة الأشهر الماضي كما تحدث إلينا الأهالي هنا لم تكن بمستوى حجم الكارثة والدمار الكبير الذي خلفه الإعصار هذه المنطقة لها عام كامل ولم يتم أي تعويض لهذه المنطقة من بناء عمراني ما عدا بعض المنظمات قدمت الشيء اليسير من دعم مواد غذائية وغيرها كذلك لا زال الناس الآن بعض المواطنين منتقلين من هذه المنطقة نقول نازحين في مناطق شتى منها عينبا معبد ومنها التعينيق ومنها بيرعلي ومنها جولة ريدة ومنها عزان ولا زالوا يبحثون عن الماوة ولكن هناك لا حياتها لمنتنادي بطبيعة الحال فالحياة البداية لسكان هذه البلدة ليست على ما يرى مقبل أن يكتحها الإعصار أما اليوم تضاعفت معاناتهم أكثر وأصبحوا بحاجة ماسة لأبسط أساسيات الحياة وإعادة بناء مخلفة الفيضانات من خسائر في الممتلكات والبنية التحتية أثر بعد عين هكذا أصبحت منازل أهل قلع في مديرية رضوم بعد كارثة أسارة شابالة ومنذ عام كامل وهم ينتظرون من يعوضهم عما لحقهم من أضرار فهل سيطول انتظارهم؟ إبراهيم حيدرة قناة بلقيس من مديرية رضوم